بسم الله الرحمن الرحيم مهندس محمد فتحي مهندس سامة اجهزة بتحكم ان شاء الله نهاردة نتكلم عن الموضوع في غاية الخطورة وفي غاية الاهمية هو البي اند اي دي البي اند اي دي بيهم اي مهندس او اي فني شغال في منشأة صناعية ايه هو البي اند اي دي تعريف ايه هو ما what does it mean ما هو البي اند اي دي البي اند اي دي هو البي اند استرومنتيشن دايجروم وهو البي اي اي دي ده اختصار البي اند اي دي فيه البي اند اي دي اللي هو بتاع الكنترولر الوي هو البروبورشنا الان تجرى الكدرbutive control ده ما لنشدعا كازم انا نتكلم النهاردة عن البي اند استرومنتيشن دايجروم بي اند اي دي نلاحظ ان هي بي اند اي يا دي يعني ده الفرق بين الكتابتين الطيب البي.اند اي دي ان شاء الله في الفيديو دوت هنتعرف عن على الرسومات بتاعت البي اي دي هنتعرف على الرموز الموجودة في البي اي دي هنعرف ازاي نقرأ الرموز ديت ونقرأ الاكواد وان شاء الله نعرف ازاي نشوف اي بي اي دي دروينج يبقى الموضوع سهل قدامنا ان احنا نقدر نفهم الرموز والأكواد اللي موجودة جواه طيب ايه هو البي اي دي هو عبارة عن رسم بياني رسم بياني بيوضح البايب لاينز الخطوط بتاعت المنشأة الصناعية تستطيع الخطوط دي بقى فيها ايا كان فيها ميا جاز غاز مزورت ايا كان طيب هو عبارة عن رسم بياني ناشي ربريزينتد بايب لاينز استرومنتيشن اكويب منت اكتويتورز اي تي سي يعني ايه يعني هو رسم بياني بيوضح العملية الصناعية اللي معنا بخطوطها بالاجهزة بتاعتها بمعداتها سواء ميكانيكية كهربية كيميائية الاكتويتورز المشاغلات البلوف كل ده بيبقى موجود جواه رسم البياني ده معنى كده ان انا اي مهندس صيانة او اي فني صيانة لو ما بيعرفش بي اي دي مش هيعرف يشتغل لانه هيشوف الفلوتشارت او هشوف المخطط او هشوف الرسم البياني الي قدامه مش هيعرف طب ان شاء الله في الفيديو ده نحاول ازاي نبسط الموضوع طيب ده شكل زي ما احنا شايفينه كده رسم كده غريب ايه الرسم دوت وايه الرموز ديت وخطوط وخطوط منقطة وحروف ارقام ايه ده هو ده ان شاء الله اللي هنقدر في اخر الفيديو نبقى نرجع له ونشوف هنعرف نقرأه ولا لا نفس الموضوع رسمة بالشكل دوت كده ايه الرسم ديت بتعبر عن ايه ان شاء الله في اخر الفيديو هنشوف ازاي كنا هنعرف نقرأها ولا لا طيب ايه نرجع تاني الاكواد والسيمبلز الرسم اللي احنا شايفينها فيها رسمات وفيها دواير وفيها حروف وفيها ارقام زي ما احنا شايفين ايه بقى الحاجات ديت نرجع اسمها الاكواد والسيمبلز كودز اند سيمبلز اللي هو بالرسم ده اللي احنا شايفينه دوت اللون الاحمر اللون الاحمر فيه رسمة فوق وفيه دايرة فيها حرفين ورقمين رسمة فوق مش عارفين ايه الرسمة ديت ودايرة فيها حرفين هنشوف هنشوف ان شاء الله في الفيديو ازاي نعرف الحروف ديت والارقام دي بتعبر عن ايه طيب اللي فوق ده السيمبل واللي تحت الكود الدايرة اللي فيها حرفين ده الكود اللي فوق الرسمة السيمبل how to read b and id symbols and codes طيب اول حرف في الدايرة اللي هو t اللي متعلمه بلون الاحمر ده بيعبر لي عن البرامترز ايه البرامترز انا دلوقتي في منشأة صناعية فعايز اقيس الحرف اللي هو t دوت عايز اقيس pressure temperature flow level ايا كان analyzer يبقى اول حرف ده بيعبر لي عن البرامتر t اللي احنا شايفينها اختصار لإيه temperature temperature الـ f هتبقى اختصار لفلو الـ p اختصار لpressure الـ t زي ما قلنا اختصار للtemperature يبقى اول حرف سهل جدا خلاص عرفنا ان ده البرامتر اللي انا هشتغل فيها الـ physical parameter او ال chemical parameter او mechanical parameter على حسب الـ process variables اللي عندي يبقى اول حرف بتاعه البرامتر تمام سهلة دي طيب تاني حرف تاني حرف هيبقى transmiterات الفلفات والكنترولرات ايه تاني حرف ده ده الـ description تعالى نشوفه تاني تاني حرف هيبقى transmiter valve control يبقى نيجي نقرأ الحرفين مع بعض temperature transmitter temperature transmitter طيب الرقم اللي تحت ده رقم المعدة يعني انا مثلا عندي عشرة temperature transmitter في المنشأة بتاعتي يبقى اول واحد هنسميه TT1 اللي هو temperature transmitter رقم واحد طيب اللي هو التاني اللي موجود في الحتة التانية هنسميه temperature transmitter رقم اثنين اللي هو كادرس او كعنوان لل transmitter اللي عندي تمام طيب احنا قلنا او الحرف بيعبر عن البرامتور طيب الت والحروف اللي احنا شايفينها كده او الحرف A analyzer F flow L level P pressure T temperature V vibration W اللي هو weight or force طبعا في حروف كتير جدا بس دول اللي هم common الحروف common اللي احنا هنشوفهم في معظم لعملات الصناعية طب لو فيه حرف انا مش عارفه العموما الحرف ده يبقى اختصار لأول حرف في الحاجة اللي معنا زي A F و ممائلة ذلك يبقى نخش نشوفه وبالتدريب ومن خطر ما شوف BIDs هبتدي يحصل عندي ذاكرة للحاجات ديت مش هاتطر بعد كده أرجع لمسمى الحروف أول ما شوف الكيس أو أشوف الانسترومنت أو كونترولرات بالشكل هنشوف ده ايه بيعبر عن alarm C controller I indicator S switch T transmitter ده المعدة المعدة اللي بتقيس الحاجة اللي احنا شبرناها في الاول احنا قلنا اول حرف T ماشي يبقى temperature temperature ايه اللي بيقس temperature temperature switch يعني بيطلع درجل signal ولا temperature transmitter بيطلع الانالوك signal ولا temperature controller يعني بياخد temperature اللي جايلي من نقطة الحرارة تمام ويعمل ويعمل control على معدة ده temperature controller بياخد النقطة اللي جايلي من نقطة الحرارة اللي على خزان على تانك ايا كان وبستخدمه اعمل اعمل control على بلف اعمل control على بمب اعمل control على معدة ده ال controller طيب temperature indicator اللي هو T I احنا قلنا temperature indicator اللي هو T I ده بيعبر عن ايه يعني انا هشوف من خلال الجهاز اللي انا رايح له دوت هشوف اراية قدامي بتعبر عن قيمة temperature اللي انا شايف temperature switch temperature switch بيعبر عن ايه يعني switch هيطلع لي digital signal switch temperature switch حرارة محطوطة على خزان محطوطة على اي معدة اول ما درجة الحرارة توصل لدرجة انا عمل ها setting هيطلع لي digital signal digital signal دي هتروح تعمل action تعمل action تفتح بلف تقفل بلف ايا كان ال action اللي هتعمل temperature transmitter temperature transmitter ده هيطلع لي analog signal 24 طب هستخدم في ايه هستخدم ان انا انا اعمل كنترول على بلف اقول لو جاي لك مثلا temperature وصلت لخمسين اربعين ايا كان الكويمة المتحركة زود فتحة البلف او قال فتحة البلف على حسب الديزاين بتاعي يبقى انا ده انا تعرفت اول حرف و ثاني حرف و عرفت الرقم اللي تحت بيعبر عن ايه طيب حاجة تانية الشكل ده اللي هو FV طب FV بقى تعالى نشوف يعني FV احنا زي ما قلنا اول حرف بيعبر عن البرامدور يبقى F اللي هو Flow V تانية حرف بيعبر عن ال Flow اللي هو Flow 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 تمام واحد يعني Flow Flow البلف اللي شغال بال Flow رقم واحد طب ايه بقى اللي في النص دوت في النص هنا ما فيش خط يعني ما فيش خط يعني ده بيعبر عن مكان مكان الانسترومنت بتاعتي نقبر كده ده بيعبر عن انسترومنت location يعني اول ما شوف الدايرة فيها FV يعرفت F يعني Flow V يعني Valve واحد يعني المعد رقم واحد تمام ما لقيتش خطوط في النص معنى كده ان المعد او الانسترومنت دوت موجود جوه الفلد يعني ايه جوه القناة انا عندي Filt وعندي Control Room الفلد دوت اللي هو فيه المعدات والعملية الصناعية كلها Control Room حاجة معزولة كده ايه مع نفسها طيب مفيش خطوط يعني معنى كده ان الجهاز دوت موجود مكانه جوه الفلد تمام خط منقط معنى كده ان الجهاز دوت موجود جوه Control Room طيب خط يعني Solid كده على طول يبقى الجهاز دوت مش محدد بالزبط مكانه فين تمام يبقى كده شفنا الاكواد وبتعبر عن ايه الكود زي ما قولنا حرفين او الحرف بيعبر عن البرامتر التاني حرف بيعبر عن المعدة اللي بتستخدم البرامتر دوت سواء Transmitter او الجهاز اللي بتستخدم البرامتر سواء Transmitter سواء Valve سواء Indicator سواء Alarm ايا كان ممكن هنلاقي ثلاث حروف هنشوف بعد كده ثلاث حروف برده نفس الموضوع هنشوف برده التلاث حروف بيعبر عن ايه طيب احنا خلصنا الاكواد طب حتة الاكواد برده عشان اجعلها تاني مش دي كل الاكواد اللي موجودة في العملية الصناعية يعني مش هما الاربع خمس اكواد الانديكيتور لا في كتير قوي طيب كل ما بلاقي يعني طول ما انا بفتح البي اي دي بفتح الرسومات البيانية ديت او الرافيك دي ديت وبعد اقرأ فيها هلاقي كود ابتدي اشوف ده بتاعي هيزود النوليج بتاعتي تمام تمام خلاص خلاصنا الاكواد نخش على السيمبل السيمبل زي ما انا برضو كاتب ده شوفنا coads نشوف السيمبل السيمبل يعني الرموز اللي هي الرسمة اللي احنا شايفين دي اللي هي رسمة الفالو اولا رسمة الفينك اللي هي احنا شايفين على طول ديت اللي هي حتى من غير اي حاجة فوقها ده رسمة الفالو الفالو ده ممكن يكون اكتويتنج يعني اكتويتنج يعني انا بتحكم فيه من خلال الاشهارة كهربية او ممكن يكون manual او ممكن يكون ايا كان ايه الشكل البلف طيب اللي احنا شايفينه ده مكتوب fcv ادي تلات حروف اهم fcv يعني ايه flow control valve طيب tcv احنا اتفقنا ان اول حرف ده بيعبر عن البرامتر هنا كل اللي عندنا ادي physical parameters اللي هما ال f وال t وال l وال b طيب فيه chemical parameters تمام زي conductivity زي ال ph في عندنا mechanical parameters تمام طيب ادي f t l ال b تمام يبقى اول واحد بيعبر عن flow control valve يعني حتى الاختصارات واضحة جدا fcv flow control valve تاني حاجة temperature control valve level control valve pressure control valve موضوع سهل جدا يعني الاختصارات واضحة جدا وان شاء الله يعني ايه مش هيبقى فيه اي صعوبة بعد كده ان احنا ايه نقرأ لوحة بي اي دي اللي هي piping and instrumentation diagram طيب ايه تاني الحاجات اللي هي مميزة يعني احنا قلنا خلاص الاكواد وقلنا symbols طيب الخط اللي هو المنقط دوت الخط المنقط ده بيعبر عن ايه بيعبر عن electrical connection يعني ايه electrical connection يعني خط كهرباء ماشي فيه كهرباء ماشي فيه شارع كهربية تمام فيه خطوط تاني الخط التاني اللي هو تحت دوت ده الخط اللي هو بعديه سهم ده بيقول لك inter connection via pipe work يعني ده هيحصل فيه inter connection ما بين السيستم دوت وسيستم تاني ده فيه inter connection ما بين السيستم ده والسيستم تاني طيب فيه حاجة تالتة فيه حاجة تالتة اللي هو لو السهم رايح كده تو transfer bump يعني اللوحة خلاص خلصت اللوحة بتاعتنا خلصت وعايز تكمل السكة بتاعت البايبلاين هتروح لإيه لتو transfer bump هتروح عند البايبلاين التانية بتاعت او البي اي دي التانية بتاعت الترانسفير bump ترمبت او مضخة الترانسفير يبقى السهم اللي هو دوت اللي هو القابل اللحمر دوت السهم المظلل السهم دوت بيقول ان دلوقتي أنا عندي خلاص البايبلاين بتاعت او البي اي دي الرسمة دي خلصت لو عايز تروح تكمل السكة بتاعت البروسيس ديت هتروح للترانسفير bump هتدور بقى احنا على البي اي دي بتاعت ترانسفير bump ونفتحها هنلاقي اول حاجة فيها السهم دوت اللي هو الدخل يعني لو ده الخارج يبقى السهم التانية الدخل تمام طيب how to how do you read b and id symbols and code طيب خلاص احنا بقى ايه شفنا اللي احنا تقريبا كده عندنا زخيرة معلوماتية من الايه من الاشكال يعني الشكل ده احنا شايفينه دلوقتي مبقاش بنفس الغرابة اللي في الاول نكبر كده ناخد مثلا الجزء ده بس ده معدة اسمها feed tank زي ما مكتوب كده يعني ده tank واللي تحت دوت اتفقنا ان شكل الفيونكا دوت بتاعها valve تمام والرسمة بتاحت الاكوبمينت ديت دي بامب تمام تمام يبقى البامب ديت بتسحب مية من فوق من التانك وبتدفعها على خط فبيحصل فلو في الخط دوت الفي تي اللي هي الدايرة اللي مكتوب عليها الفي تي دي بقى بتعبر لنا عن ايه احنا اتفقنا ان الفي برامتر يعني الايه الفي لو التي ترانسفورم ترانسميتر يبقى ده عبارة عن ايه فلو ميتر او فلو ترانسميتر فلو ترانسميتر الشكل اللي هو اللي تحت دوت ده شكل السنسور بتاع الفلو ميتر ده الفلو ميتر طالع منه حاجة اسمها F C الفلو ميتر واحد واحد ده بيعبر عن الفلو ميتر رقم واحد خارج منه خط بيقول ده F C واحد ايه ال F C دوت فلو كنترولر يعني ده كنترولر شغال بياخد بياخد السجن بتاعته من الفلو ميتر او الفلو ترانسميتر تمام يبقى ده كنترولر رقم واحد بياخد من الترانسميتر الفلو رقم واحد وبيدي الخط المنقط احنا اتفقنا يده القهرباء يبقى ده يتحكم في السيمبل دوت السيمبل دوت اللي احنا شايفينه ده كنترول دفالف او فلو فالف فلو كنترول دفالف عشان هنا حطين حرفين بس يسمو فلو فالف رقم واحد اللي بتحكم فيه كنترولر او فلو كنترولر رقم واحد اللي بدي الفلو كنترولر رقم واحد الفلو ترانسميتر رقم واحد طيب برضه عشان نبقى فاهمين برضه الدنيا ماشية ازاي طب ده يعني ايه ايه البلفو وايه الكنترولر وإيه الفلو ترانسميتر دوت أنا دلوقتي عايز اتحكم في الفلو اللي رايح للخط اللي ماشي رايح ازاي ما احنا شايفين للمعدة اللي بعد كده طب اعمل ايه عايز اتحكم في الفلو يبقى حطه flow meter تمام يبقى انا حطيت flow meter او flow transmitter flow transmitter دوت هيقرأ flow وبعدين يبعتلي اشارة من 24 يبعتها للcontroller ايه الcontroller دوت الcontroller دوت عليه برامتر بتقوله لو لو جالك flow zero وقالياكم مثلا ايه في البلف دوت لو الflow عندك zero ايه في البلف تمام يبقى الcontroller هيشوف الflow لقى zero همودي امر للفلو هايقفله 0% تمام الفلو ابتدى يقرأ البمب ابتدى تشتغل الفلو ابتدى يقرأ الاراية عالية بقت فيه flow خلاص اول ما يبقى فيه flow هفتح البلف اول ما يبعتلي flow meter او flow transmitter 20 ميلا امبير 5 ميلا امبير 6 ميلا ايه كان الميلا امبير اللي جاي الكونترولر بيعمل عملية compare الاراية شايفة واراية متخزنة عليها وليكن انا هعمل سيتنج هعمل سيتنج جوه الكونترولر فبيعمل compare ما بين الاراية وما بين ايه اللي جايله اللي هو اللي احنا عارفين بمسمى الكلوز لوب سايكل اللي هو بيشوف بياخد فيدباك من حاجة معينة ماشي ويقفل بها الدايرة بكمبير ما بين قيمة سابتة عنده سيتنج وقيمة هو شايفة يبقى الكونترولر شايف كنترولر شايف كنترولر قيمة متسجلة عنده وقيمة هو شايفة من الفلو ترانسيميتر بياخد الفرق بينهم ويوديه علي البلف الخارج الاوتبوت اللي علي البلف بناء علي قيمة متسجلة عنده وقيمة اللي شايفة من الفلو خلاص احنا كنا تقريبا شوفنا البي اي دي دوت وتقريبا قدرين نحدد نقص تانى هنا مثلا T T واحد يعني T T واحد يعني temperature transmitter رقم واحد تي تي 2 يعني temperature transmitter رقم 2 temperature transmitter رقم 2 مدي بيودي لحاجة اسمها TC رقم 2 يعني temperature controller رقم 2 temperature controller رقم 2 مودي على حاجة اسمها I على B اللي هي I to B رقم 2 ايه ال I to B يعني طبعا هتلاقي في الفيديوهات بالمناسبة يعني على نفس القناة بنتكلم عن الفلو بنتكلم عن control valves بنتكلم عن كل البرامتر اللي احنا شايفينها دي اللي هي physical parameters تمام يبقى نرجع تاني TT2 بيدي controller اللي هي نقطة حرارة بترانسيمتر اسمها temperature transmitter رقم 2 بيدي controller حرارة رقم 2 كنترول حرارة دوت بيتحكم فيه I to B ايه ال I to B دوت ال I اللي هي electrical signal اختصار electrical signal اللي هو طيار من 24 ال B ال I اختصار بتاع نيوماتيك يبقى اشارة كهربية بتتحول لاشارة هوا يبقى ده اسمه electroneumatic positioner هيروح البلف دوت electroneumatic اللي هو تحت اللي شكل في هون كان احنا اتفقنا عيني ده شكل valve والactuator ده controlled valve خلاص يبقى ايه اللي هيحصل اول من نقطة الحرارة او ترانسيمتر الحرارة يبعت اشارة للكنترولر يقوله دولوقتي انا اري درجة حرارة عالية لو سمحت ادي امر للبلف من خلال ال i2b converter خليه يفتح يفتح مصار يبتدي اول ما الحرارة تهلى الكنترولر متسجل عنده قيمة فبيقارنها بالقيمة اللي جاية اول ما القيمة اللي جاية تختلف يبقى فيه ديفرانس هيحصل ايه هيخرج اوتبوت على ال ايه على البلف البلف يروح يفتح ينفذ الaction هينفذ الaction لحد ما درجة الحرارة ترجع تاني للوضع الطبيعي فنقطة الحرارة ده continuous reading continuous transmit هيد نقطة الحرارة هتقوله خلاص يا controller انا تمام دلوقتي درجة الحرارة ضبطت فيقوم معنى كده ان الفرق ما بين ال compare reading وال reading الفعلية zero او compare setting المحطوطة setting المحطوطة نقطة والنقطة المقرية بقت zero فغلاصها خرج خرج zero او اضبط على البلف فهيرجع ايه ال close loop لحالته الطبيعي تمام يبقى انا دلوقتي شفت نرجع تاني ال pipeline شفت الجزء اللي في الشمال دوت عرفت ان ده flow meter بيتحكم في بلف اسمه fv flow valve تمام عن طريق flow controller رقم واحد رقم واحد رقم واحد تمام ونقطة حرارة اسمها tt2 temperature transmitter نقطة حرارة بتدي رقم واحد ونقطة تانية اسمها tt2 temperature transmitter رقم اثنين بيدي tc2 temperature controller temperature controller بيدي حاجة اسمها i2b i2b converter اللي هو اربعة ال 20 ملي امبير اللي هي i بتتحول او بتنسب 3 15 bsi ده ال i اختصار اللي هي الطيار الكهرابي ال b اختصار ايه pressure تمام الت تصار ل ايه transmitter يبقى ده pressure transmitter رقم 44 يعني انا عندي كده واضح ان انا عندي 44 pressure transmitter رقم 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 44 بتاعهم سيبقى الاشارة لحتة تعمل حاجة معينة الشكل اللي تحت دوت شكل equipment اسمه rotary compressor يعني ده ضاغط rotary بيودي هوى بيعمل اي حاجة خلاص انا كده ايه عرفت تقرى BID او الرموز بقت سهلة قدامي واضحة قدام الموضوع طب كان فيه رسمة تانية نشوف الرسمة ديت بتقول ايه الرسمة ديت عبارة عن tank زي ما احنا شايفين عليه دايرة فيها مكتوب LT ايه اللي تي دوت احنا قلنا ال ال البرامتر ال البرامتر اختصار level والT اختصار transmitter الت اللي هي التانية التانية حرف بقى ده اسمه level transmitter بيدي اشارة متقطعة معنا كده النواقية منطلع من 4 ل20 ميلا امبير بيدي حاجة اسمها LI اللي هو level indicator يعني الاشارة رايحة ومتشافة لو راح المشغل او في المكان دوت هيلاقي level اري وليكن بالشكل ده كده تقريبا 75% 95% من التانك يبقى ده الليفل اري بال LI اللي هو level indicator level transmitter بعد اشارة لل level indicator عشان يقرالي السكة level indicator مودي لحاجة اسمها LIC level indicating controller يعني ايه level indicator يعني ال controller اللي هيتحكم في الليفل عليه شاشة برضو موجود فيها قيمة ال level اللي هو اريها طب ايه الخط اللي احمر وليفل set point احنا اتفقنا ان اي controller بيبقى عليه set point عشان يعمل compare ما بين الاراة اللي هو اريها اللي جاله من الترانسيمتر والقيمة اللي هي عنده عشان خاطر يقفل بيهم الدايرة احنا عندنا close loop cycle محتاج عشان اعمل compare هعمل compare ما بين قيمة متسجلة عندي كcontroller وما بين قيمة اللي انا اريها دلوقتي لو في فرق بين الاثنين هيخرج اوتبود عشان ايه عشان يشيل الفرق دوت ويرجع يوصل ال controller او يوصل المعدة اللي انا بتحكم فيها للايه لل sitting point اللي انا عايز يبقى ده level تاني level transmitter بيدي level indicator رايح لل level indicator indicator او indicating controller تمام level controller دوت هيودي الحاجة اسمها FIC اللي هو flow زي ما اتفقنا اول حرف ال F اللي هو ايه البرامتر flow indicating controller تمام ال flow دوت يبقى واخد اراية من ال level واخد اراية من ناحية التانية من من flow meter اللي تحت اختصار F تي ايه ده flow transmitter ده السنسور بتاع الفلوميتر بتاعنا مدي لFI يعني معنى كان لو انا رحت في المكان دوت او مشغل رقل في المكان دوت هيلاقي في اراية يبقى ده flow indicator بيدي لل flow controller يبقى ال flow controller متسجل جواه setting بياخد ارايتين اراية من الف من flow transmitter او flow transmitter وياخد اراية من level transmitter عشان ايه controller طبعا ما فيه controller يبقى بيتحكم في حاجة بيتحكم في ايه controller زي ما احنا شايفين بيتحكم في المصار flow ادي البلف دوت لو مكتوب حاجة هيبقى مكتوب F V flow valve اللي هيتحكم فيه اللي هو خارج ال a controller هيروح يتحكم في البلف دوت تمام طيب انا دلوقتي يعني برضو عشان برضو ال bibe line diagram يبقى ايه او ال bibe instrumentation diagram يبقى ايه لو انا عندي ده انا قاعد اتكلم على transmitter 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 طب لو عندي switch عندي بدل level transmitter level switch هيبقى اسمه ls level switch يبقى اشارة digital تمام الاشارة digital بقى هو اصلا بعيد الاشارة digital فمش محتاج لو هيخش على belf مش محتاج controller مش محتاج controller هو level switch هيخش على وليكن مصار مطور بيملة tank يبقى ls زي ما اتفقنا عبارة عن level switch هحطه في سكة المطور هحطه توالي لو انا عايزه توالي مع ايه طبعا عندنا اي switch فيه ثلاث نقاط common normal open normal close زي ما اتفقنا طيب لو انا عايز اول ما السويتش دو تيجي افتح لي البلف لو مسلا ايه اول ما يجي افتح البلف يعني انا مسلا حاط السويتش على بيسحب من بالف آسف السويتش على tank ماشي والبلف دو بيسحب من tank عايز اول لما عالي دو تيجي معنى كده اسحب لي من التانك عشان التانك بتدى ايه اتملا وخلاص اسحب لي منه فهحط احط ايه اول ما حط دلوقتي يبقى level switch على الهوي تمام انا عايز دلوقتي يفتح مسار بالف اول لما البلف يهلى يبقى انا احط على normal open هحط في مسار المطور على normal open يعني ايه هاخد النقطة بتاعت normal open وحطها توالي في سكة المطور فالطبيعي ان طالما normal open موجودة المطور مش هيشتغل لان السكة مفتوحة طب ايه لا يحصل اول ما سويتش ييجي normal open هتتحول ل close يعني المصار اللي كان عطلان عشان خاطر السكة مفتوحة بقى دلوقتي ايه close يعني المصار خلاص بقى نقفول معنى كده ان الامر هيروح من السويتش يعد سكة 380 طبعا السكة 380 اصلا تكون موجودة في مصدر والسويتش محطوط بالتوالي فاول ما يقفل هيعد سكة 380 يودي ها للمطور يفتح المطور فينزل منسوب التانك نفس الموضوع لو انا هحط لا بقى انا مش عايز احط انا عايز احط على الدخل اللي هو اللي بيملى التانك دوت هحط برضو بلف بس مش control ده هحط برضو بلف طبعا هملي احط لو هستخدم الليفل هستخدم الليفل اقول اول لما التانك يتملي خلاص وقف لي يعني انا شايف البلف دوت كده عشان بس الكلام اوضح اديفلو السهم الاحمر معد على بلف البلف دوت هعتبره ان هو on off مش control وبيدي للتانك عايز الليفل سويتش اللي هو تحت دوت يتحكم فيه اعمل ايه امحط على انا كنت حاطت بقى دلوقتي قبل كده حاطت توالي على سكة المطور ونقطة مفتوحة طب هنا اعمل ايه اول ما يملى التانك انا اعجز اول ما يملى التانك اقول له لا خلاص كده وقفلي يبقى محاطط على السويتش بتاع الهاي دوت احط على النور مال كلوز يبقى الطبيعي ان هو طول الوقت طول الوقت البلف شغال لان تلتمائية وتمانين معدية هتلاقي السكة الكلوز هتحول لأوبن فالسكة هتفتح فالمطور اللي كان وصل له تلتمائية وتمانين لقى السكة تفتحت ففصل يبقى انا كده وقفت ملو التانك عن طريق سويتش وسويتش واحد اتحكم لي في تانك سواء التانك ده انا عايزه اسحب منه او ان انا احط له يبقى ده برضو ايه فكرة الكنترول بتاع السويتش وفكرة الكنترول بتاع الترانسيم يبقى دلوقتي قدين اشوفنا البي اي دي وضحت الرؤية شوية عرفنا ان فيه عندنا حاجة اسمها سيمبل عندنا عرفنا ان فيه حاجة اسمها كود عرفنا الرموز الى حد الما الدنيا بقى توضحة شوية بكتر الممارسة ان انا هجيب باي بلاينز كتير هجيب بي اند اي دي كتير واعد اقرأ فيها وكل سيمبل يقف قدامي اشوف يعبر عن ايه وكل كود يقف قدامي اشوف يعبر عن ايه في الاخر هلاقي نفسي لمية الموضوع لان الموضوع ان شاء الله سهل جدا شكرا جدا على مشاهدة الفيديو لو الفيديو عجبك اتمنى تعمل سبسكرايب شير اند لايك ولو اغفر لنا انها ضيئة مع جزء من وقتك شكرا